ثورة تقنية وجيل جديد لشبكة باتت الأسرع في الوقت الحالي خدمة للإنترنت في متناول الجميع في غضون أشهر معممة على كافة أرجاء البلاد الفور جي اللي قاعد تستخدمه الآن هو يعطيك بحد أقصى سرعة ممكن توصل إلى 250 ميجا بايت بير سكند اللي هو بالثانية الفايف جي راح توصل السرعة إلى 2000 أو 2500 فهذه راح تشكل نقلة نوعية في علم التكنولوجيا في نقل المعلومات في المساعدة في التطور في جميع المجالات تكنولوجيا قيد البث التجريبي بإشراف الهيئة العامة للاتصالات وتحتمي ظلة الرقابة لكبح جماح المنافسة غير العادلة بين الشركات ولضمان جودة الخدمة العروض جدا تنافسية اللي موجودة في السوق فالفايف جي راح يعزز من التنافس هذا اللي موجود ودور لهيئة إن شاء الله راح يكون يعني في مضلة إن شلون إحنا نراقب السوق وما تصير المنافسة منافسة مؤادلة على جميع الشركات وطبعا إحنا دائما نحط في نصب عيننا المستخدمين مثلا المواطنين والمقيمين اللي موجودين بالكويت وهذا دورنا الأساسي الحفاظ على حقوقهم مدن ذكية ومنظومة مستقبل تتطلب توفير خدمة إنترنت بسهولة ويسر اليوم البيوت كلها صار فيها أجهزة كثيرة من تصرف الإنترنت اليوم داشينا على عصر الآيوتية الانترنت الأشياء اليوم مو بس الكمبيوتر متصل مو بس التليفون عندك الكاميرات متصلة اليوم في الانترنت الساعات الأجهزة الكهربائية حتى الأجهزة الأطفال البيبي سيتر وغيرها من هذه الأجهزة قام بتتصل في الانترنت وبحسب المختصين تعد الكويت من أوائل الدول في العالم تقدمها كذا خدمات مواكبة لعصر السرعة وتطور لتبقى سباقة كما اعتادت في هذا المجال زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس